الجزء الثاني ضمن سلسلة فيديوهات تصميم كرسي المعوقين التعليمات الأساسية اكسترويد بوس سويب بوس لوفتيد بوس القطع المصمم ضمن هذا الفيديو هي القاعدة الخلفية والمسند الجانبي والدولاب الأمامي تصميم القاعدة الخلفية نختار المستوي Front Blaine ونرسم خط منقط مركزه مبدأ الأحداثيات من منتصفه نرسم خط منقط عمودي نختار Three Point Arc ونرسم قوس دائري نهايته منطبقة على نهاية الخط الأفقي ورأسه منطبق على نهاية الخط العمودي Concentric ونضبط الأبعاد من Feature نختار Xtroid Bus بقيمة 381 مليمتر وضمن ثاني Feature نختار One Direction ونحدد السماكة 3.81 ممتص وبالتالي نكون انتهينا من رسم المقعد الخلفي تصميم الهيكل الجانبي نختار المستوي Front Blaine ونبدأ برسم شكل الهيكل نرسم خط عمودي ثم قوس دائري ومن نهايته خط مستقيم ثم قوس دائري ومن نهايته خط شعقولي للأسفل ثم خط مستقيم وقوس دائري ثم خط مستقيم ثم قوس دائري ومن نهايته خط شعقولي للأسفل نحدد نقاط الالتقاء ونضعها على تماث تينجنت اشتركوا في القناة من Feature نختار Sweep Pass نختار Circular Profile وقيمة القطر 22.225 مم ثم نختار Selection Manager ونحدد المسار نكرر العملية السابقة ونختار المسار المتبقي وهو الخط المستقيم نختار المستوي Front Plane ونرسم مستطيل ضلعاه ينطبقان مع الشكل السابق ونحدد عرضه 152.4 مم من Feature نختار Extroid Pass بقيمة 1.016 ونجعله Med Plane تصميم الدولاب الأمامي نختار المستوي Front Plane ونرسم دائرة بقطر 31.75 مم من Feature نختار Extroid Pass بقيمة 53.975 مم ونجعله Med Plane ثم نختار المستوي Front Plane ونرسم دائرة بقطر 190.5 مم من Feature نختار Extroid Pass بقيمة 1.524 مم ونجعله Med Plane نختار المستوي Front Plane نضغط على الدائرة ثم Convert Entities ليتم تحديدها نختار Offset Entities بقيمة 17.465 مم ونعكس اتجاهه ليصبح للداخل من Feature نختار Extroid Pass بقيمة 25.4 مم ونجعله Med Plane نختار سطح الدائرة الوسطى نرسم خط منقط شاقولي وآخر يميل عنه بزاوية 60 درجة نضغط على الدائرة ثم Convert Entities ليتم تحديدها ونجعلها منقطة نختار Offset Entities بقيمة 25.4 مم ونعكس اتجاهه ليصبح للداخل ننتقل لرسم الفراغات والأعصاب للدولاب نرسم خط مستقيم ثم قوس دائري ومن النهاية الأخرى قوس دائري آخر ثم نرسم من نهاية القوس خط مستقيم ثم نرسم قوس دائرة نجعل الخطوط المستقيمة على توازي مع الخطوط المنقطة Parallel نضع نقاط الالتقاء للخطوط والأقواس على تماثم مع بعضها Tangent نحدد بعض الخط عن الخط المنقطة 5.556 مم تناظريا نحدد نصف قطر القوس 9.525 مم والقوس الآخر 12.7 مم نختار Trame Entities ونحذف الخطوط خارج الشكل المطلوب من Feature نختار Extroid Cut ونجعله True All أي على كامل الجسم من Feature نختار Reference Geometry ونختار المستوي Top Plane ونحدد المسافة 88.9 مم نختار المستوي Top Plane ونرسم مستطيل مركزه ومبدأ الإحداثيات ثم نحدد أبعاده نختار المستوي Blane 1 ونرسم مستطيل مركزه ومبدأ الإحداثيات ونضبط أبعاده من Feature نختار Lofted Boss ضمن Profile نحدد الشكلين السابقين من Feature نختار Circular Barren ضمن Direction نحدد حافة الدائرة ضمن Feature Face Loft 1 و Cut Extroid 1 نختار سطح الدائرة لشكل الإسطواني الصغير ونرسم دائرة بقطر 7.938 مم من Feature نختار Extroid Cut ونجعله True All أي علاقة عمل الجسم نختار Chamfer ونحدد الحواف الخارجي للدولاب بقيمة 6.35 وزاوية 45 درجة وبالتالي نكون قد حصلنا على الدولاب الأمامي المطلوب نتمنى أن يكون الفيديو قد حققها الفائدة المطلوبة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكرا